موسيقى نشرة تاسع عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار ونبدأها بالعنوين مستشفى مصراتة يستقبل عشرين قتيلا واكثر من مائة جريح من قوات البنيان المرصوص سقطوا في اشتباكات اليوم والقوات تؤكد تقدمها في المحورين الشرق والجنوب للمدينة مقتل ثلاثة من عناصر السرايا الدفاع عن بنغازي نتيجة قصف جوي وسط هدوء حذر في المنطقة الممتدة من اجدابيا الى بنغازي وطيران عملية الكرامة يشن عدة غارات جوية على منطقة جليدية واردطاء موسيقى كوبلر يناقش دور الامم المتحدة والنيتو في ليبيا مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يبحث مع نظيره الجزائر اخر تطورات الوضع الليبي اهلا بكم اعلن مستشفى مصرات المركز استقباله عشرين قتيلا ومائة وخمسة جرحة من قوات عملية البنيان المرصوص وذلك جراء الاشتباكات في عدة محاور بمدينة سيرت واوضح المستشفى على صفحته الرسمية على فيسبوك ان اصابات الجرحة تباينت بين اصابات حارجة واخرى بسيطة ومتوسطة اغلبها بشضايا في الاطراف ورأس واوضح مستشفى مصرات المركزي ان اغلب الجرحة من مدن مصراتة وترابلس والزاوية الغربية وزليت وسبها بالاضافة الى اوباري من جانبه اعلن المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص عن وصول سبعة شهداء وتسعة واربعين جريحا من قواته الى المستشفى الميداني في مدينة سيرت واكد المركز ان قوات العملية حققت تقدما في المحورين الشرقي والجنوبي وسيطرت على محطة البحوث وتقدمت في محيط مجمع قاعات وغادوغو مضيفا ان سلاح الجو الليبي قصف مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سيرت من بينها مخزن للذخيرة واشار المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص الى ان قوات العملية استهدفت سيارة مفخخة وتعاملت مع عدد من المشاة التابعين للتنظيم كانوا يتخذون من السيارة ساترا لهم قال عضو المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب ان تمركزات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تنحصر في الحي رقم واحد ورقم ثلاثة ومستشفى ابن سينا ومجمع قاعات وغادوغو واوضح عضو المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص لقناة ليبيا لكل احرار ان سبب ارتفاع عدد الجرحى في صفوف قوات البنيان يعود لانتشار القناصة التابعين للتنظيم واستخدامهم لقذائف الهاون في قصف قوات عملية البنيان المرصوص ونفى عضو المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب سيطرة قواتهم على مجمع قاعات وغادوغو مشيرا الى ان الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة تدور على مشارف المجمع انتطعت السيطرة على مركز البحوت وعلى حي الجيزة وعلى جزء كبير جدا من المنطقة المحيطة بمستشفى ابن سينا والاشتباكات الان وقت قليل كانت على مشارف او في انحاء ما يسمى بقاعة وغادوغو والمباني المحيطة بها في سياق متصل قال مدير المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص احمد هدية ان توقعات الخبراء العسكريين التابعين للعملية تشير الى ان عدد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت يتراوح بين مائتين وثلاثمائة عنصر واوضح هدية لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الخبراء استندوا الى عدة معطيات لتقدير العدد ومنها تحركات عناصر التنظيم على الارض والصور التي رصدتها طائرات الاستطلاع واشار مدير المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص الى ان طبيعة الاجتباكات ضد عناصر التنظيم اختلفت بانتقالها من المساحات المفتوحة الى ما وصفها بحرب الشوارع التي قال انها قد تأخذ وقتا اطول لتقدم قواتهم نظرا لضيق المساحة حسب تعبيره قال مصدر من سرايا الدفاع عن بنغازي ان ثلاثة من عناصر السرايا قضوا نتيجة قصف جوي على مواقعهم واوضح المصدر ان القصف الذي استهدف تمركزا لسرايا الدفاع عن بنغازي نفذته طائرة بدون طيار اجنبية بحسب المصدر واشار المصدر نفسه الى ان طيران قوات عملية الكرامة كثف من طلعاته الجوية مضيفا انه لا وجود الاجتباكات برية مع عدم نوشات خفيفة بحسب قوله هذا واكد مصدر من سرايا الدفاع عن بنغازي سيطرة قواتهم على منطقة المقرون غرب مدينة بنغازي واضافت وكالة بشرة النفذة الاعلامية لسرايا الدفاع عن بنغازي ان قوات سرايا الدفاع تمكنت من غنم سيارتين عسكريتين تابعتين لعملية الكرامة اثناء سيطرة قوات سرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة المقرون من جهاتي اكد سلاح الجو التابع لعملية الكرامة انه استهدف فجر اليوم مواقع لسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقتين جليدية وارغطة واوضح سلاح الجو التابع لعملية الكرامة على صفحة رسمية ان تشكيل العمودية فريق رعد استهدف في ساعات الصباح الاولى عدة اهداف في منطقة جليدية وبالتحديد منازل لم تعطز وتجمع آليات بمنطقة رغطة مضيفا انه شن عدة غارات على مناطق غرب بنغازي وتحديدا مصيف المعلمين من جانبه افاد مصدر من شورى ثوار بنغازي ان طيران عملية الكرامة استهدف مناطق بالمحور الغربي بالبراميل المتفجرة مؤكدا عدم وقوع اصابات بشرية في صفوف قواتهم قالت العائلات العالقة في منطقة جانفودا في بيان لها ان البلاغ الذي صدر عن عملية الكرامة والموجه الى العائلات العالقة لا يحمل اي تطمينات او ضمانات لهم واوضحت العائلات العالقة في بيانها ان البلاغ لا يوضح المسار الامن والجهة التي ستستقبلهم واين سيتوجهون مشيرين الى تجارب سابقة لمحاولة خروج الاسر برا وبحرا تعرضوا خلالها للقصف الجوي والبري ما هدد حياتهم فيما تعرض البعض الاخر للقتل والتنكيل كنصير الطيرا ومحمد جعودا وابنه واكدت العائلات العالقة في بيانها انها لا ترفض الخروج ولكنها تطالب بمخرج امن بعيد عن كل التهديدات وبوجهة يأمنون فيها على انفسهم واسرهم وممتلكاتهم هذا وقد دعت قوات عملية الكرامة امس جميع العائلات في منطقة جنفودا الواقعة تحت سيطرة شورى ثوار بنغازي دعتهم الى ضرورة الخروج من المنطقة خلال اربع وعشرين ساعة ونوهت قوات عملية الكرامة عبر بيان لها الى ان على العائلات الخروج عبر طريق بنغازي طرابلس برفقة الهلال الاحمر الليبي مضيفة ان كل من يخالف هذه التعليمات سيتحمل مسئولية ذلك وقال الباحث في الشؤون الامنية والعسكرية نوري الصلابي ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غضت طرفة عما يحصل في بنغازي مضيفا ان قوات عملية الكرامة استعانت بمساعدة اجنبية وفق تعبيره ما يجري قوة عارضي هو مؤامرة على تورة 13 فبراير ومؤامرة على الابنين كلهم ان اتخدام من الطائرات يكون طيار التي تخلع من مطار الخروبة حسب ما نسمعه والاستعانة المرتفقة وعطابات دولية في قتل زدير وتدمير المدن هذه جريمة وخيانة للوطن تقول عنها رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الدكينية قالت منظمة التضامن لحقوق الانسان ان القوات الخاصة تابعة لعملية الكرامة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القضاء وطلبت المنظمة في تقرير لها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعدم منح وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي وحلفائه حصانة من الملاحقة القانونية لافتة الى انه يجب التحقيق معهم بخصوص توروطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بعضها يرتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق التقرير ودعت منظمة التضامن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام الى ضرورة اصدار اوامر قبض في حق مرتكبي هذه الجرائم دعا اامر مجموعة عمليات عمر المختار كمال اجبالي سكان منطقة وادي الشواعر الى اغلاق الطريق امام المجموعات المسلحة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم واضاف اجبالي انه سيتم قصف هذه المجموعات المسلحة من قبل سلاح الجو وملاحقتهم في مدينة درنة مؤكدا ان مجموعة عمليات عمر المختار على علم بكافة تحركات هذه المجموعات واماكن تخزين الاسلحة والذخائر وسيتم التعامل معها بحسب تعبيره استانف فريق الشركة الاتصالات الدولية في مدينة درنة مشروع صيانة نقطة انزال الكوابل البحرية الدولية والمحلية الواقعة في داخل المدينة وذلك لرفع كفاءة الاتصالات وتعويض السعات المفقودة للانترنت بسبب الانقطاعات في عدة مناطق اخرى واوضح رئيس الفريق اللوجستي بلجنة الصيانة عبد الحميد الحصادي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الكابلة الدولية البحرية المعروف بسيلفيوم يعد اول كابل دوليا يصل الى شواطئ الشرق ليبيا وقد انشئ في 2012 مضيفا ان الكابلة يمتد لمسافة 425 كم في عرض البحر من مدينة خانيا بجزيرة كريت اليونانية الى مدينة درنة الكابل سيلفيوم يعول عليه حاليا في تعويض السعات المفقودة للانترنت سبب الانقطاعات في عدة مناطق في ليبيا بالاضافة الى رفع كفاعة الاتصالات لشبكات المحلية بالاضافة الى مشاريع مستقبلية اللي يعول عليها الكابل اللي هي مشروع المقسمات الدولية في مدينتي درنة وبنغازي قال المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر انه ناقش مع الامين العام لحلف شمال الاطلس يانس ستولتنبرغ دور الامم المتحدة والنيتو وامكانية التعاون بينهما في المستقبل في ليبيا دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل واضاف كوبلر في تغريدات له على تويتر انه ناقش كيفية دعم المؤسسات الليبية وبناء القدرات لمكافحة تهريب البشر من ليبيا على هامش الدورة العشرين للاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لادارة الازمات يشار الى ان كوبلر كان قد اكد ان تكوين المؤسسات العسكرية والامنية في ليبيا يحتاج الى رؤية طويلة الامد لاعادة بناء الدولة بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع نظيره الجزائري رمضان العمام را اخر تطورات الوضع في ليبيا وطلب سيالة على هامش الدورة التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بكيغالي فرواندا طالب بدعم الجزائر لليبيا معربا عن امله في ان تجتمع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية ليبيا قريبا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الوزيران وجهات النظر فيما يخص الملف الليبي واكد سيالان ليبيا والجزائر تجمعهما علاقات تاريخية ويجب استثمارها لما فيه صالح البلدين حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية قال المبعوث الامريكي الخاص الى ليبيا جوناثان واينار ان الاجتماع التشاوري لاعضاء الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس سيكون لاستكشاف الخطوات العملية لبناء ارضية مشتركة بين اطراف الحوار كما اضاف واينار عبر تغريدة له في حسابه الشخصية على تويتر ان هذا الاجتماع التشاوري سيبحث في امكانية منح حكومة الوفاق الوطني فعالية اكثر بحسب تعبيره نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل وابد الليبي برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي يزور روما لبحث التعاون في مجال امن الحدود ودعم خفر السواحل مع الانتحاد الاوربي مستشفى مصراتة يستقبل عشرين قتيلا واكثر من مائة جريح من قوات البنيان المرصوص سقطوا في اشتباكات اليوم والقوات تؤكد تقدمها في المحورين الشرقي وجنوبي للمدينة مقتل ثلاثة من عناصر سرايا دفاع عن بنغازي نتيجة قصف جوي وسط هدوء حذر في المنطقة الممتدة من اجدابيا الى بنغازي وطيران عملية الكرامة يشن عدة غارات جوية على منطقة جلايدية وارغطة مارتين كوبلر يناقش دور الامم المتحدة والنيتو في ليبيا مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ووزير الخارجية بحكومة الوفاق يبحث مع نظيره الجزائري اخر تطورات الوضع الليبي اهلا بكم من جديد حذر مصدر امني في مديرية امن الزاوية المواطنين من المرور عبر الطريق الساحلي الذي اغلق عند بوابة 27 مساء اليوم وذلك بعد محاولة فتح بوابة الصمود عند مدخل مدينة الزاوية من قبل اهالي المدينة ومنطقة المايا واوضح المصدر في مديرية امن الزاوية لقناة ليبيا لكل الاحرار ان مدينة الزاوية ليس لديها اي مانع من الاتفاق على فتح الطريق الساحلي ولكن بعد ان يتم تأمينه بالكامل منوها الى ان اهالي المنطقة الغربية وبينهم مدينة الزاوية قد واجهتهم مشاكل اثر اغلاق الطريق الساحلي للوصول الى طرابلس من جانبه نفى رئيس المجلس الاعلى ورشفان المبروك بعميد الاتفاق على فتح الطريق الساحلي قائلا ان ورشفان مستعدة من جانبها لفتح الطريق ولكن بعد ان يتم تأمينه واضاف ابو عميد لقناة ليبيا لكل الاحرار ان ورشفان قد فتحت منذ اول يوم في عيد الفتر طريقا يمتد الى منطقة الزهرة نحو الحدود الادارية للزاوية غربا مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من قبائل المنطقة الغربية للتشاول مع مدينة الزاوية لحل هذه المشكلة ومعنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مديرية امن الزاوية نبيل بوزواي سيد بوزواي هل لا طلعتنا على تفاصيل ما حدث اليوم في الطريق الساحلي اولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تحية لكم خاصة حقيقة العاملين بقناة ليبيا الاحرار على الجهود التي تب لتوصيل المعلومة ولإخلاق الفتن ولتوضيح بعض الاشياء للمواطن بهادي المناسبة طيب المباركة ما يسألنا نتقدم الى الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك ونفس الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد نهاية الأحزان للشعب الليد واستقرار لبلادنا الحبيبة بما يخص موضوع فتح الطريق وإغلاقه والتقرير الذي قد سمعناه من سياداتكم موضوع فتح الطريق الداخلي بمناسبة عيد الحق مبارك نعلم جيدا أن الطريق الداخلي التي تم افتتاحها الأيام الماضية وقعت فيها قرابة السبع قرقات المية والسبع التي سجلت في عملية الاختطاف والضرب والاعتداء على بعض المواطنين الذين يمرون من هذه الطريقة الذين يعتقدون أن هذه الطريقة آمنة سيد بوزوائي استثمارا للوقت هذه أحداث تم تداولها في حينها يعني بالتزامن مع وقوعها السؤال الآن عن الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي اليوم الأعلان عن فتح الطريق من جهة الزاوية ومن ثم الإعلان عن إغلاقه من جهة كوبريا 27 اليوم عملية فتح الطريق هذا حقيقة من أحد الشعير وهذا دليل على حسن النواية من أهالي ورشفانا ونحيي جميع الجهود التي تبدل من أجل إخماد الفتنة ومن أجل فتح الطريق لأن هذه الطريق لا تعتبر خاصة بأبناء ورشفانا ولا بالزاوية ولا بالمنطقة الغربية بل هذه الطريق خاصة بالشعب الليبي فهذا حق مقتسب لجميع أفراد الشعب الليبي لأنها طريق تمر من العاصمة طراضة سيد بلزواي للوقوف بشكل محدد على تفاصيل ما جرى اليوم هل تؤكد لنا بأنه فعلا قد تم فتح الطريق الساحلي من جهة بوابة الصمود وإزالة السواتر الترابية التي تغلق الطريق الساحلي في بوابة الصمود ومن ثم تم إغلاقه في كوبلي 27 نعم سيد الفاضل وسادة المستمعين على فاضل تم فتح الطريق باعتبارة تم الاتفاق يعني ونحيي الجهود التي تبدل من الطرفين كما أسلافت من أبناء ورشفانا وتوار أبناء الزاوية بفتح الطريق ولكن الخلاف الموجود بداخل ورشفانا هو من الأشياء العالقة وندر الله سبحانه وتعالى أن يوحد الصفوف وبرضو نضع اللهم الكبير على الحكومة التي عجزت على أن تكون لها دور كبير في فتح الطريق وعملية الوعود في عملية تعويض طيب لماذا تم إغلاق الطريق بعد فتحه من جهة كوبلي 27 ومن الجهة التي قامت بإغلاقه الأجهة التي قامت بإغلاقه هم بعض الإخوان من هالي ورشفانا بحجة أنه لم يتم إفضار قرار من الحكومة في التعويض من قبل الأضرار فعملية فتح الطريق هذا اليوم هي بشاير طيبة وهي حسن نوايا ونقول أن عجزت الحكومة سواء الحكومات السابقة أو الحكومة حكومة الوفاة في عملية إجاد حل لفتح الطريق ولكن رجعت المياه إلى مجرعة كما يقول المثل الليبي أن جلسة الأطراف وجلسة الإخوة في جلسة ود ومحبة لكي يجدوا حل لفتح الطريق فهذه عملية اليوم حدث في فتح الطريق وقفلها نرى أن هي بشاير طيبة وإن شاء الله تعالى لم تقف في عملية قفل الطريق يعني سيد بوزواي برغم عدم نجاح العملية بالكامل وفتح الطريق بشكل متواصل وأغلاقي في جهة السبع عشرين لكن ترى بأن هذه خطوة قد تؤدي إلى حل هذه المشكلة بالأساس هكذا تقول نعم نعم بأكبر أن طيب يعني لسلامة المرين الآن سيد بوزواي الحالة في طريق الساحل لو تسمع الطريق مقفل وغير آمن بالنسبة للعابرين أم الوضع مختلف الطريق حاليا مقفل وغير آمن وضرب حاليا طريقة داخلية تم تشجيل خروقات كما أشفت واضح عشكرا ننبه المرين من أبناء الزاوية والمنطقة الغربية لانتباه في العملية وعدم الجزء وضحت الصورة تماما المتحدث الرسمي باسم موديلية أمن الزاوية نبيل بوزواي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بحث وفد ليبي رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي أليات دعم وتطوير قدرات خفر السواحل الليبي وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجال أمن الحدود والتعاون الأمني والتدريب وقال المجبري خلال لقائه بوزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي إن أولويات ليبيا الحالية هي علاج جرح عملية البنيان المرصوص وتقديم الدعم والمساعدة في مجال كشف ونزع الألغام والمتفجرات بالإضافة إلى مناقشة مقاربة شاملة لأمن الحدود الليبية وأوضحت سفارة الليبية في إيطاليا على صفحة رسمية على فيسبوك أن وفد ليبيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي فتح المجبري يرافقه عضو المجلس أحمد حمزة ووفد فني من وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز خفر السواحل الليبي وصل إلى روما في زيارة تستمر يومين اتفق عمداو طرابلس الكبرى على توزيع طرح الأحمال بالتساوي بين البلديات حسب الجدول الذي تم إعداده من قبل الشركة العامة للكهرباء وقال عمداء البلديات في ختام اجتماع لهم بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس إن بقية البلديات أبدت استعدادها لطرح الأحمال وطلب المجلس الرئاسي بتنفيذ مقترح حل أزمة الكهرباء على المدى المتوسط بتركيب محطة غازية استعجالية في طرابلس لتتجاوز فترة عملها ثلاثة أشهر بطاقة تصل إلى خمس مائة ميجاوات ودعا عمداء البلديات للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى نقص توليد الطاقة الكهربائية وضعف الشبكة العامة وعدم القيام بالصيانة اللازمة قلص الاجتماع إلى الآث واحد تم الاتفاق بين البلديات على العدالة والتساوي في توزيع طرح الأحمال بين كل البلديات في الجذول الذي تم عداده من السادة بشركة كهرباء اثنين تم التواصل مع البلديات الأخرى لطرح الأحمال وردت استعدادها للمساهمات الإيجابية لطرح الأحمال أصوة بكل البلديات إلى التذكير بالعناوين مستشفى مصراتة يستقبل عشرين قتيلاً وأكثر من مائة جريح من قوات البنيان المتصوص سقطوا في اشتباكات اليوم والقوات تؤكد تقدمها في المحورين الشرقي والجنوبي للمدينة مقتل ثلاثة من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي نتيجة قصف جوي وسط هدوء حذر في المنطقة الممتدة من إجدابيا إلى بنغازي وطيران عملية الكرامة يشن عدة غارات جوية على منطقة تجليدية وارقصة كوبلر يناقش دور الأمم المتحدة والنيتو في ليبيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ووزير الخارجية بحكومة الوثاق يبحث مع نظيره الجزائري آخر تطورات الوضع الليبي ختام النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة